الحافلة السياحية لم يعد مرحبا بها في قلب عاصمة الأنوار حفاظا على مكانتها سياحية المتميزة عالميا تعتزم بلدية باريس حذر الحافلة السياحية في وسط المدينة بموجب إجراء قانونية تقول إنه يروم حف الزائرين على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية أو حتى استخدام وسائل النقل العامة بالإضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالازدحام المرورية والتلوث البيئية الناجمة عن تكدس هذه الحافلات أمام المزارات السياحية هذه الحافلات تعمل بالديزل ولهذا وجب منعها كسائر العربات التي تعمل بالديزل والتي سيجري منعها في باريس قبل حلول عام 2024 هناك أيضا مشكل يتعلق بالازدحام المروري فهذه الحافلات تأخذ حيزا كبيرا وتعرقل الطريق وتركن أحيانا بطريقة سيئة من المهم جدا وضع حد لهذه الظواهر لأنها تؤثر على السياحة أيضا القانون الجديد يتضمن توفير أماكن مخصصة لتوقف الحافلات السياحية خارج المدينة وبالنسبة للحافلات التي تقل السياحة فسيفرض عليها أن تتوقف في أماكن مخصصة يمكن للزائرين التوجه منها مشيا إلى معالم باريس السياحية فكرة لم ترق لكثير من السياح الأجانب ممن يفضلون التنقل بواسطة هذه الحافلات للاستمتاع بجمال باريس نفضل دائما استخدام هذه الحافلات للتنقل ورؤية المعالم السياحية من الصعب الاستغناء عن هذه الوسيلة أحيانا ندفع أموالا أكثر لنتنقل بشكل مريح وسريع خمسون مليون زائر استقبلتهم منطقة باريس وضواحيها العام المنصرمة أما فرنسا فتعد البلد الأكثر زيارة في العالم حيث وصل عدد زوارها العام الماضي إلى نحو تسعة وثمانين مليون وأربعمائة ألف شخص ترجمة نانسي قنقر